بيزنس مع ياسمين بنور على ايفام احلى راديو في مختلف المجالات في ايفام بيزنس كل يوم من اثنين للجامعة من الاحديش لنص نهار تاوى الاحديش وعشرة تخايق بالضبطات نعكوش عنا اليوم البداية بيش تكون بيشتماع بين في معبر رأس الجير بين اصحاب المحلات والصلاة المعنية والتجار شنو اللي ساير تاوى في معبر رأس الجير الاكثر تفاصيل واكثر معلومات شناخدوها معا مصفى عبلي كبير رئيس المرسد التونسي لحقوق الانسان بش نحكيوه على النقل الذكي البنية التحتية التونسية هل تونس جهزة لإحتضان منظمة النقل الذكي إلى اي مدايه ذي موجود بش نحكيوه مع ايمن بن سليمين مختص في تحاول الرقمي اخر حاجة بش نحكيوه عليها لليوم وهي حاجة مهمة برشا يظهر لي وبنتنظيم طالعا بش نحكيوه مع ياسمين ورغي ياسمين الزيرعي على فورام جونيور انتخب خيس في الينسات في المعهد الوطن العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بعد شوية نحكيوه على الفورام طيح ومشنوهم حاضرين هما بالضبط هذا شبش نسمع اليوم في اي افم بيزنس طوال 11 وحدش ندقيق البرنامج من اعداد ملك المعليوي اخراج عزال تويتي اخراج رقم اي افم تي في ايميل مالكي سارة في ديجيتال انتو متاسمون في اي افم بيزنس مع ياسمين بانوت على اي افم احلى غاديو لحدش واحدش دقيقة في انتظار سيمو صفى عبد الكبير وانه يهز علينا التليفون نستنى وهدوك احنا فاصل موسيقي صغير وننتقل مباشرة بش يكون بحثينا بعد شوية ايمن بن سليمين مختص في التحاول الرقمي كما قلنا بش نحكيه على النقل الذكي ومده جهزية تونس لإحتضان النقل الذكيبر شوية ناخذ اكثر تفاصيل ونحكيه مع ايمن بن سليمين نخرج في فاصل الموسيقي صغير ونرشع انتو متاسمون في اي افم بيزنس مع ياسمين بنوت على اي افم احلى غاديو لحدش وسبعتاش ندقيقة على احلى غاديو احنا مازلنا موصلين معاكم حتى النص نهار ويدخل بحده للستوديو ايمن بن سليمين مرحبا بيك ايمن مختص في التحاول الرقمي صباح النور بخير ياسمين وكيف تسدى وسمعي يعيشك مرحبا بيك بالموضوع متاع اليوم راهوك قتل النقل الذكي حسيت عبارة قلت شبيه النقل الذكي معنا احنا في تونس ديما عنا الكليشي متاع انه الى اي مدى تونس جاهزة وانها تكون عندها نقل ذكي وبعده نحكيه على فوائد النقل الذكي ومختلف لمباك تمتعوا على الاقتصاد شنو بالضبط اما هيت نعرفه سيعيش معانيها نقل ذكي صحيح ياسمين هو جنرال مونتا والنس عادة ما يربطوا النقل الذكي بالتكنولوجيا اللي سايرة في العالم في الاندستخي اوتوموبيل اللي سايرة في العالم الكل كما الواتور الالكتريك كما الواتور ذاتية القيادة اللي تاو قاعدين شوفوهم في الدكلاراشن في بتاع تسلا السايبركاب وروبو فان بتاع ايلون ماسك ولكن هي لحقيقة مفهوم التransport انتليجن يتدباس الاندستخي اوتوموبيل كهو النقل الذكي يشمل لحقيقة برشة انواء بتاع تكنولوجيا تاو متطورة برشة كما انترنت الاشياء الانترنت دي زوب جي الانترنت اوف تينجز الانترنت المختصين يعرفوها الكميوكاسيون 5 جي الفيبر اوبتيك زادة الكميوكاسيون او دي بي السيستيم دانفرمشن الابليكاسيون موبيل يعني تشمل ستة او سبع انواء من التكنولوجيا المتطورة برشة وهي الحقيقة متخص الاندستخي اوتوموبيل برشة ولكن تخص حتى الانفرستركتور البيك يعني احنا كنحكيو على النقل الذكي نحكيو على منظومة تتصرف في منظومة النقل بصفة عامة تشمل حاجتين اساسياتين اللي هما الاندستخي اوتوموبيل ولا العربية اللي موجودة في الكياس والانفرستركتور لان الانفرستركتور مثلا احنا في تونس عن الكياسات نعرف الكياسات نعرف ولكن توا في منظومة النقل الذكية فاما انسالسيون مسيف للكابتور والسانسور اللي موجودين يعني اجهزة الاستشعار اللي موجودة في الكياسات اللي تنجم تعطينا معطيات حينية على حركة المرور اللي موجودة في مختلف الطرقات وتعطينا زادة معطيات تهم حتى المناخ حتى التقس تنجم تحذر المستعملي الطريق تنجم تحذر مستعملي للعربات انتان غيال اتخذر دي نوتيفكاسيون ولا اتخذر دي زنسين اللي هما اذا فيش معطي المساج دوما اليوم زادة فاما استعمال في برشة دول اللي تعتمد للنقل الذكي جنرالما راننا نحكيه على على المدنة الذكية اللي حكينا عليها سرطان ماما في تونس برشة برشة ولكن الحقيقة احنا مزلنا بعض برشة على سمارت سيتيز ومزلنا بعض برشة على النقل الذكي ولكن في سمارت سيتيز موجودين مثلا في الولايات المتحدة الامريكية في كندا في اليابان في المانيا في فرنسا فاما لسمارت سيتيز اللي استعملوا توليز انساني ليد اللي فيهم دي ميساج النجم يتبدلوا الحركة المرور والتوقف تكون جيري برشة معنا احنا احنا سنتراليز كالكبار وتتلقى المعلومات تنتح من السنسور والكابتور الموجودين في مختلف الشوارع الموجود معنا هنا كنا نحب لخص معنا اهم شنو اللي جاء في الكلام وانو النقل الذكي مش معنا نقصدو كنكراها صحيح النقل الذكي هو بنية تحتية كيملا هو كياسات هو ديكابتور في الكياسات هو تنظيم حركة مرور هو حاجة تستشعر معنا تحاول معنا بالنقل الذكي من نصور شنو نلقا مبوتياج مثلا يجس هو النقل الذكي هو الهدف متاع وانو يتجانب مبوتياج هو شنو نقل الذكي هو واحد من الاهداف الكبيرة متاحها كونو يستعمل للتقليص من الزمبوتياج الموجودين في الكياسات ويستعملوهم جنرال من المبوتياج التي لديهم عدد كبير متسكين وفيه ترافق أربان كبير برشا في القاهرة في العاصمة الدارية جديدة تلقاهرة بدأوا يعتمدوا في أنظمة النقل الذكي أو السيستم التransport الانتليجي كيف كيف هذا حاجة très importante حاجة حاجة كبير على الطاقة دو سجي مهمين برشا في بلدنا نعرف كلفة الطاقة اليوم والتي تتمثل هاجس للدول للكل وتقريبا 60 أو 70% أنت والدولة من الانيرجي والانيرجي 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 حتى الاندسترية أوتوموبيل تتطور في روحها ومتعد تمشي لطاقات بديلة نبدأ بالواتور الإلكتريك والفوتور عيدروجين كيف كيف زاد حتى الطاقة النووية فهم تخميم كبير شوفناه مثلا التخفير الجايتكس 2024 اللي صار في دبي فهم برشا ديز اكسبوزان جاء وعرضوا يعني لفايكور متاحهم أو العربات اللي تخدم بطاقة بديلة مثلا واسش ولمبخاند كاربون متاحها قليلة قليلة برشا يعني تنجم تكون نافعة للبيئة للطاقة لاستهلك الطاقة اللي هو مكلف برشا للدول الكل وكيف كيف زاد للحركة المرورية اللي زاد تتكلف تتكلف برشا فلوس على المستعملين على المواطنين على الإدارات وعلى الدولة بسيطة عامة بي يقول قايل ما مدى جهزية تونس اليوم على مستوى البنية التحتية للنقل الذكي الحقيقة هو تونس اليوم مهي جهزة تماما يعني الأشياء ذي كما حكينا قبل على السمارت سيتيز يعني قبل شفت الدباع اللي صار على السمارت سيتيز قلت ذي كلام يعني هي مجرد أحلام يعني في الحقيقة توا مجرد أحلام دي أن اليوم أدنى الظروف اللي يزمها تكون موجودة في كيساتنا وطرقاتنا الحقيقة مهيش موجودة يذر يترح تسئل ما ينت ترحش معنا لا يترح يترح أما هو كل شي يبدأ نحكي حاجة كبير يسر ولكن تبدأ بخطوة تقيقة بينا لنجم أقول لك مثلا شو ما التحديات لقدام تونس توا بيش تخطو خطوة إلى الأمام وعلى أقل تعمل أنباز بيهي بيش تحت تظن من بعض نقل ذكي وهكا نحب ولا نكر وإحنا ماشي نيلهم بعض أكيد أما بيش نخلط وقت 3, 4, 25 سنة القديم غير نخلط وفهم مرتبط بإرادة الدولة لأن النجم أقول لك أنا فما إجراءات صارت ممكن ما كان لنية متاحة كون نمشي للنقل الذكي ولكن فما إجراءات صارت تنجم تهزن للسنية متاحة كما مثلا الإجراء اللي صار في قانون المالية الأخير اللي يتعلق بتخفيز النسبة كيف هي تقليص نسبة الفائدة على ديوانة بنسبة السيارات بنسبة السيارات الكهربائية هذه مثلا خطوة كيف كيف زاد فما حاجة كما التليب أج اللي موجودة هذه حاجة من الحاجات اللي تنجم تخدم في المنظومة مثلا النقل الذكي خاطر الحاجة الملحة هي لخلقة السيرفيس هذك بان سيارات نحن بارش سيارات وليس نقوله النقل الذكي نقل الذكي ولو هو في الوقت الحالي معلله قاعدين عنصو بروي بالسيركولاسيون متاعنا بالنبطياج بلي هو يظهر لي فماش وعي كيفي ولا كبير وانو النقل الذكي بشي فض برش حاجة ولكن المواطن اللي يسمع في يقولي فاش تخرف ترفع لي خاطر يقولي كيسم كسر عندي حفرة سبعة سنين ولي كبر ولي ما صلحت هي لي شو تحكي لي على النقل الذكي دونك بالنسبال له ما هيش من أولويات التونسي ولكن هاو أمثلة اللي تنجم تطبيق خاصة بالتاكسيات وعلى الأسوام المشطة اللي موجودة هذا يراجع للعامل الأساسي الحقيقة كونه الشركات هذه لم يكن قانوني نظامها في البلاد فلذا يجب نبدأ ونحن أول حاجة بتنظيم الإطار التشريعي للنقل الذكي بصفة عامة ونقول النقل الذكي نقول وراه هنا تطبيقات هنا شركات هنا ووسطة في الطرقات اللي نستعمل وخاصة الطرقات اللي فيهم تخفيق تخفيق كبير والخطوات هذه تنجم نفعل الدولة وتنجم تدخل فلوس للدولة نحكي الكابتور والكاميرا اللي نجم في الكياسات ذكما ينجم إذا نبدل بسير القوانين ذكما ينجم يدخلوا برشا فلوس تخفيق الخطايا المرورية اللي تصير الرادار مش مقصر الرادار مش مقصر رادار حاجة رادار حاجة ولكن في بعض الأماكن اللي فيها اللي فيها لحقيقة زحمة مرورية وفوضى كبيرة لحقيقة ما نشوفه حتى شي نحكي في وصل البلد خاصة في العاصمة في وصل البلد فما برشا بلايس تصير فيهم فوضى كبيرة وما فما حتى شي تلقى كان برشا وليلقى رومبوان ولساعة تلقى عون من عون أمن اللي هو نجم داخل منه فلوس الدولة أضخى باغ الخطايا والحاجات اللي يصيروا في بعض النقاط السوداء اللي تكون فيها زحمة مرورية كبيرة برشا بشكل أكبر ما أنتها شنوما المنافع عن النقل الذكي أكبر من الخطايا شوف مثلا بالنسبة المنافع فما نحكيه مثلا عن النقل العمومي نقل العمومي في تونس يواجه في برشا مشاكل أهمها غياب الموارد المادية وغياب الاستثمار في المجالة ذي الحقيقة أنا مراش عليش اليوم شركات النقل العمومي ما تستثمرش في حافلات كهربائية الحقيقة فما أنا شيف يقول لك مثلا ميزانية الصيانة تقل لسبة 25% إذا استعملوا العربات الكهربائية وذي أثبت يعني في عديد البلدان اللي عندها شركات نقل استعملت العربات الكهربائية كيف كيف زادا استعمال العربات الكهربائية ينجم يخفض في نسبة استهلك الطاقة إلى حدود 80% وذي مهم برشا يعني اليوم العباء ذيك التي تعيش الشركات النقل من ناحية الطاقة ومن ناحية الصيانة تنجم تقل لبرشا كيف زادا فما حاجة مهمة جدا في البيتري فما تنجم بتليفونك مثلا إذا تحب تاخذ بوس تدخل البيتري وتريزيرفي البلاصة متاعك وتخلص تخضي عن الكهف برشا عنده برشا عنده مفهوم أنك العملية تقص تسكرا مع تأكل عليه الزمان وشار صحيح ولكن أحنا مازلنا نعيش في تسكرا أنا مثلا اليوم أنا مثلا اليوم جفيل أنا فيد بين قليبي وطون ساعة إذا مني نمشي بالنقل الجميع لأني متعبة العملية متعبة وقت الانتظار حاجة خايبة يسر لفيت كأنك تقعد تستنى وساعة تمشي باش تقص وما تلقاش تسكرا أنت لفيت تبدأ قاعد في دارك وعندك شركة النقل اللي موجودة وتدخل تستخدم البلاصة بتاعك في البوس ولا في التران اللي انتي ماشي فيه تأخذ كوير كود تسكنيه وتدخل على روحك تأخذ البلاستيك كيف زاد وقت اللي انتي تبدأ في ستاسيان تستنى في كار ولا تستنى في مترو وقت بتاع التأخير ذاك وقت بتاع التأخير تنجم تفديه خاطر وقت اللي يبدأ سيستيام انتليجي النجم يبعث لك انتون غير تقول لك فيما غتاغ متع دي منوط ولا تخونت منوط اللي انتي تقرح سيبك عليه وتنجم تتفديه وذي شي يحسن في العلاقة بين شركات النقل وبين المستعمدين وراوك النقل العمومي يتحسن ياسمين الزحمة اللي نشوف فيها في كياسات ره يتقل الناس صنع حاجة مهمة برشا بربي التنقل بين الولايات صحيح أنا شركت السكاك الحدي صحيح لسن سيف دي دوك عندها شوف الحالة معنة عليش رهو والله يكن نقول النقل الذكي وإحنا عنا ترين يمشي من عام قديش رهما ياسر برادوكس كبير برشا وما نجموش نطرحوها معنة ما عندي شي أرياحية كبيرة بش نحكي نقول النقل الذكي وقت لليوم عبيد تقع ثلاثة واربع سوية روتارو ساعتين روتارو وثلاثة متعش على وقت الشيجي ولو أنه فما الأوقات رهو تدخل على سيت نطرح لسن سيف تي فما الوقت متع لترين ويت الكل الحق معنة أما الوقت ساعات ما بتخوش ميزاجوق ومصار سطحين وعنده أربع خمسة شهور لازم تهز أما هاي على أقل خاطر لازم حال توعي معنة لازم لعبيه توعى بأهمية التطور هذي ويلزم يوصلوا يطالبوا به ويكون حاجة ملحة باش نوصلوا ناخدوه ولا نتحصلوا عليه ولا نخدموا عليه كيما صار مع كيما أنت قتل تالي بياج هذيك وكيما بطبط أما نحن حاجات عايشين هوليك الموجودة هذيك خلقتها الحاجة في المنظومة هذي خلقتها الحاجة والحاجة موجودة لحقيقة كي نحكيو على الأمريكات لجسيون مثل الترانسبور ببليك رأي الحاجة موجودة ولا تتكلفش برشا ولا يوجد أنفسي كبير على تونس لو بشي تخل يعمل ريزيرباسيون في أمريكاسيون نيس الكل تستعمل في السمارتفون ونيس كل عندها كونيكسيون انترنت وكي ما قلت ياسمين الحالة المزرية اللي موجودة عليها شركات النقل اليوم في تونس ما تمنعش كونك تتطور إذا اليوم قدو بش تمشي تاخو أنتخان يمشي ولا بوس يمشي بالمزوت ولا بالليسانس نجم تمشي تاخو أن بوس يمشي بالكارب تعمل الإنساليشيون زادة في الإستاسيون تيعك بش لبوس ينجموا يتشرجوا في الإستاسيون وكيف كيف تعمل الإستاسيون اللي تجاري فيها العملاء والحرفاء وتحسن في الqualification هذا يعمل يشارج عليه بالفايدة في نسبة الرباح وفي نسبة طبعا نتصور إذا فما عنا محترم في تونس ويليق بالإنسان التونسي الناس نأكد لك تخليك رهبة في الدار وتمشي على تحنس بور بوبليك أيمن في بالك كوفات يراج في تونس مع بيت صحيح بربي نقطة مهمة راه بلاد ما تنجم تعمل فيها كوفات يراج بسي غافرة وعليش لي مش من نجمو مش تعملوا فيها كوفات يراج الكوفات يراج صاير ما زمو شي في قبينا بضبط هذي هو هذي مشكلت الإطار التشريع اللي نحكيه علي صحيح يعني اليوم كيجي نشوفوا الحقيقة الكوفات يراج صاير نس كل تعم في الكوفات يراج نس كل تاخذ تخذيغ دي كوفات يراج تخذيغ ولكن الدولة ما زالت اليوم ما هيش مستعرفة بي قطاع كي من هذا يو قطاع مهم تستفيد منه عليش ما تصيرش ما يكونش فما بيئة تشريعية للحاجات هذي تستفيد منهم الدولة كثيرا مع انتا توفعوذ نمشي بكرهابتي لم أربعة من نس في كرهابتي نمشي ونمشي مع بعضنا ونقل المصاريف على بعضنا كيف كي زد لزا تاكسي أنا مراش عليش فما التطبيق برك اليوم موجودة في تونس تخدم علاو ك في العالم الكل بالابليكاسيون أرخص من اللي تاخذها من الشارع التاكسي وفما ثلاثة أربعة خمسة ستة شركات اليوم يزم قانون الاستثمار في تونس يزم يسهل الاجراءات بيش الناس هذومة تدخل تخدم في المجالة ذية والإطار التشريعي يكون حاضر بيش نستقبلوا الناس اللي يخدموا في خدمات النقل وخدمات النقل العمومي ونوفروا لهم إطار قانوني محترم بيش الناس تنجم التطبيقات متاحهم في تونس إنه تونس الحقيقة في حاجة لهم بي نمشي أبعد شوي نحن نحكينا على وحكينا على مدى جهزية تونس لاحتضان النقل الذكي ومدى جهزيتها لاستقبل السيارات الكهربائية وسيارات ذاتية القيادة وشو نجمو حكيو عليهم السيارات اليوم سيارة ما تنمشي بالكربيران عادي حكينا نحن كيفش نجم تفيدني سيارة ما تنمشي الكتريك ولا لي هو ولكن بالحق هون تونس في حاجة إلى توريد ولا دخول السيارات الكهربائية وإلى لي ما تنمشي العمل العالم ياسمين العالم كل ماشي للقضاء نهائيا على السيارات اللي تخدم بالكربيران يعني في الولايات التحد الأمريكية يقول منا الالفين وثلاثين باش نقضي عا الكراهب اللي يخدموا بالمزوط وليسانس وباش نمشي الكراهب الالكتريك يعني كيف كيف زادها في الاتحاد الأوروبي نفس الشي وليوم تونس يزم تخمم في المسألة هذه لأن العالم الكل وليس خيوة اوتوموبيل في العالم وخاصة الاندو اوتوموبيل شنواس بتحكيو عليها باتتا شوي اخر ماشية في الثنية هذه لأنه أثبت كونه عندها أقل تكاليف يزم نستخدم على الموار الطبيعية الموجودة من البترول يعني تتكلف برشة على دولة كما تونس وفي المتير تاع ديفيز عملة صعبة كيف زاد تأثير على البيئة مهم جدا ومصاريف خاصة لاندخ نقص على روحك ممكن سوم الكره بهو بيدو نقص على روحك في الاندخوتيا يعني أقل برشة من السيارات من السيارات العادية واليوم كما تشوفوا الترنت في العالم هما السيارات تذومة السيارات الكهربائية السيارات ذاتية القيادة في جايتكس سؤيل تقني بلاي بارك كل شي الشار المعطة كيف تشارج السيارة الكهربائية عندي معلوم ما تنجمش في دارك تشارجي كرهبائي ذي كخاطر ما عندكش توريزازيون متاع أصلا يجب تركب شنون يجب موجود في الدار هو ذيك بربوط بالسيارة هي بيد اليوم مثلا المصنعين تسيارات فهموا كونوا في عديد الدول كما الدول المتاع نظم كما تونس كما الدول الافريقية كما الدول الشرق الأوسط فهم مشكلة من ناحية الشارج ولي كونكتور ولي بخيز اللي تشارج بهم كرب الإلكتريك دونك خلقوا برشة حلول بما فيها كونك لا بطري تنجم تنزل بطري وتعوض بطري أخرى مشارجية وطلع البطري تشارج دونك فهموا برشة حلول لقيقة والمصنعين قاعدين يتفعلوا إلسى دابت مع الوضعيات هذه يعني المشلة هذه ما عارش الحقيقة مطروحة جملة اليوم فهم برشة مصنعين موجودين في تونس قاعدين يبيعوا في السيارات الكهربائية والعقلية بدت تتبدل بشوية بشوية السيح اليوم مثلا التونسي يخاف يقول لك نشري سيارة كهربائية نخاف نين بشن شارج يتيحش بيا يتيحش بيا استعملوا السيارة الكهربائية بتتتشجع اكثر مش تاخذ السيارات هذه وشفنا في الكونفيرانس تسلا اللي عملها ايلون ماسك نحكيه على السيبر كاب اليوم تركب في كهربائة تزك الخدمتك تقولها هزني الخدمة تزك الخدمتك تقولها باركيلي تباركيلك تنجم تكون مثلا انت في خدمتك ومتنجم تبشي تجيب واحد من صغارك تبعثها تبشي لادرسة تجيب لواحد من صغارك وتروح بهم وانت موجود في بيروك يعني الحقيقة من هنا العام 2035 العالم بشي تغير بصفة كبيرة ياسمين والأمور هذه يعني ماشي اكثر كيف كيف زيدة ماشي اكثر بش نتخلي على الطاقة المولوثة نتخلي على على المزوط ونمشي أكثر السيارات الكربائية لتأثيرها الإيجابي على البيئة شنو أهم الشركات الرايدة في المجال هذية شنية مثلا وشنية أهم الصناعات لخرجتها والبلدين نحب ناجح نقل ذكي شوفهم من صنعين فما لولين اليوم في العالم في نسبة بيع السيارات الكربائية هو بي وي دي معا عشي عملنا بي بي سيتي عملنا بي بي سيتي مفهم كيمة شركة هذية وشركات أخرى مختصين لقيقة في السيارات الكربائية وقعدين يعملوا في نسبة مبيعات كبيرة تسلا زادة من الشركات الرايدة اليوم تسلا ما عاش تحكي عا السيارات الكربائية لانها من اول الشركات لخدمتها الشيطية تسلا اليوم تحكي على سيارات ومع ذاتية القيادة تركب فيها تقولها وين ماشي تهزك على روحها ومعندك حتى مشلة يعني والأثمان اللقيقة قاعدة تطيح متع السيارات الكاربائية قاعدة تطيح ألف شيئا لأنه فما تشجيعات من برشة الدول على اقتناء السيارات هذه نحن نتصور ديسي سينك عام باش نلقاو عالقل مثلا في تونس عشرين بالمئة من الأسطول التونسي ماشي فيغ الواتور الالكتريك مازلنا بعد كون نتخلقو عالسيارات السيارات الكلاسيكية ولكن باش نخلطو له بعض سنوات ماهيش ماهيش طويلة بالنسبة لذيك الزامبل ناشحين في النقل الذكي في العالم نحكيه جنيرال المان على أمريكا الشمالية نحكيه على الولايات المتحدة في بنسلفانيا فما ان سيستيم دو ترانسبور انتليجان اسمه سيبتا في ميامي كيف عندهم ان سيستيم دو ترانسبور انتليجان اسمه دايد في توكيو في اليابان في سينجابور وفما حتى دول عربية اليوم بشيت في كي ما شكون دول الخالج بشنا نتصور اكيد اكيد اول دولة بشيت في في نظم النقل الذكي هي الامارات الامارات عندها من احسن دول الحقيقة في العالم في النقل اي 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 اعجوبة يعني تجا تمشي في الكييس تكون خلفت حاجة تراوح للدار ولا تحل الابليكاسي امتياك تلقى ديجا عندك اختياجاتك ومورك واضحة كيف 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 مع انتها لسيستيم دو جسيان دو ترانسبور يسادبت انسانتانيما سلان لترافك اللي موجود سلان حالة التقس ليسوا بالنسبة لك مهمة على انترنشون الكامل مثل المسابقات الرياضية الدولية كما كما الحفلات كبيرة كما متشويت الكورا ايضا حاجات يسيروا راه في العواصم الكل ويكون عندهم تأثير مباشر على التحونسبور دونك قد ما يكون لسيستيم انتليجان قد ما استدابت أكثر مع الحاجات هذه. كيف كيف زادة جميلة القبيل على مصر؟ العاصمة اليدارية الجديدة التي عملتها موجودة بطبيعة في القهرة ماشية في السيستيم التخنسبر انتليجيون 100%. قاعدين يستعملوا في التطبيقات في أجلسة الاستشعار في الكابتور وماشية الحقيقة لتعميمها في القهرة الكل. تعرف القهرة من أكثر الدول التي فيها اكتظاظ سكاني وفيها اكتظاظ مروري القهرة قاعدة تنفستي بشة ريتا والله شوف في إمارات في مصر حاجة ملحقة حاجة ملحقة حاجة ملحقة حاجة ملحقة في تونس حاجة في القهرة حاجة ملحقة الحاجة خلقة لتي هذي فأحنا بيصفة معتها كيف أحنا مش صيب بش نعمل شي مش صيب جزما بش نخليك الكلمة في الآخر كلمة الختام ربما شنين الحاجات اللي يلزمنا نبدأ بها وشنو تنرجم أنت تكون دعوة معناتها وش نترجم تقول في الآخر على النقل الذكي وجهزية تونس في احتضان صحيح هو ملول كلمة النقل الذكي كلمة معمومية وشنو تقول لك لا يوجد شي خرفة معناش كياسات كياساتنا محفرة معناش ضوء في الكياسات ولكن الحقيقة كي خموا فيها بالخطوة بالخطوة الحقيقة فأم برشة إجراءات تنجم تسهل المرور للمرحلة هذه أول حاجة ساعة يزيبنا نبدأوا بالإطار التشريعي سيبنا ننظم الإطار التشريعي راهوا اليوم فأم دي بزوان ملحين برشة برشة في حيات التوينسة اليوم فأم ناس تتعب برشة باش تخلط من دارها لخدمتها عليش خاطر ما عندومش ما عندومش كرهبة تو سمبل ما ما عندومش عموين التransport إليه أبليجي باش يمشي بالتران ولا بالبيوس ولا بالتاكسي ما عندوش حتى حال آخر مسألت التطبيقات بتاع التاكسيات ومتاع حتى لواجات راهوا ننجم وندخلوهم حتى في لواجات في التransport بريفي يزيبنا نخمو فيهم نخمو في إطار التشريعي يزيبنا نشجروا زيادة الإستخداب التوين سميش عاليش نجيبو نعم برش عاليش نجيبو شركات على التransport إلي نذكر فاما إيسوليشيان اسمها تاكسي دوسانسيز تعملت عن دو ميل دزويت ولا دو ميل دزنو لحقيقة تونسية لسون بوصن ومش نقص حتى شي على لزابليكاسيان الأخرين ما نعرف شويني توا ما فهمت شويني دونك يزم نشجعوا الإستخداب كون هم يدخلوا في الشي في الشي والدولة تعطيهم تجيعات والحاجة الأخيرة الدولة يزمها تشجع على اقتناء سيارات كاربائية تخضيع القانون المالية بوطيتر العام جاي نزيد ونشجعه بإجراءة تحفيزية بالضبط بإجراءة تحفيزية أكبر والعقلية زادة تتونسية يزمها تتبدل في المسألة هذه ونمشي أكثر للحاجات الجدد اللي احنا بوطيتر خايفين منها ليه عقلية تونسية حاضرة له نسبة منها مش ناس الكل تقريب من خطر مش مش ندخلوا حاجة معناية جاية من الفضاء لجا نعرفوا لسهل على التونسي مش صعيب وأنو يتأقلم وضم حاجية صور دي بزوعة ريال اليوم في تونس نعم يعطيك صح عايش مختص في التحول الرقمي نحنا لحدش واربع واربين دقيقة بعد شوية بش نستقبل بحذية ياسمين وياسمين ياسمين للورغي وياسمين الزيري عايش نحكيوه على الفوروم جونيور انتروبخيز إنسات معاكم ياسمين بن نور في الميكرو لحدش واربعين دقيقة نخرج فاصل الموزيك صغير ونرج لحدش وثمانية واربعين دقيقة على اي افم احلى راديو نحن مواصلين معاكم حتى لنص النهار واستقبلت بحذية في السجو ياسمين زيري هكا واللي ياسمين زيري علي سار ايوه وياسمين ورغ اي ساسا ياسمين اوكو بحنا فتات ثلاثة ياسمينت في السجو مرحبا بكم سع نعم انتو مزوز منظمين لي فوروم بشي حكو على فوروم جونيور انتروبخيز في اللينسات يصير هذي المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية دونك لإفنمان الكبير بشي سير نهار عشرين نوفمبر اما الاحداث والفعاليات بدأت عندها مدايدة تواهكا واللي ما يشكني حبي يبدأت تكلمة مرحبا بك مرحبا بك نحن مرحبا بك نحن مرحبا بك نقرأ ريزيو تلت washing في اللينسات على دوز أكس نحن نحن نخدم عليهم principalement. على الأكس projet الذي هو فيه من جهة المتواجمات فيه جهة الوائب وموبيل ومعهيمة النتجة. وعن الأكس الإثمام المتواجمات التي نحن نحن نخدم عليهم الأكس المتواجمات المتété على الهاتف هي الـ بيه هي انتت طعبت اللي تتعرف لما تتعرف ممتارا لمتارجة اليوم المتواجمات نحن نحن نسلم معاها ياسمن الزيروي هي التي تتعرف نعم ديجال انسي نيرو ديوماني ها ديولي زيكي بيخ موفي لها كتن وفا ما زي دالي فرم سنلو ما يبدو لوي كنت يقبل فرم لي هو ما لسيزو 10 سيدي بي نوفم بي وزي دفما دي فرمي سيروز دالي جورجي لي هو الوان نوفم بي هي تنقسم احنا تهو الفرم 3 في 3 اكس توها كوالي هي تنب ديوب بل بل زيو بلوحدة 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 بلجوب فر هو شنية هو انسالون ديكس بيشيو يجيو فيه لزنة رخيز وإلا لسترطة بكسوات وإلا انترنسيونو يعملوا ديستان راديك هيا اوپورتنيته لزي تجوان وإلا لزي نوفو ديبلومي بشيشيو يلقاو ديوفر ديستاج ديستاج بي فهو دي part time jobs حتى full time jobs اوپورتنيته لي هم عمني أول جيونا قدش من شئ ايجو سمع قدش من شركة قدش من شركة بي ولقاو فما معنها هكا دي partناريا وقالا دي ركوتمان سارت من طرف الشركة تليجيو بنسبة لزي تجوان بي فما 1200 cv ديبوزة عمني أول معنها 1200 cv ديبوزة وشيركو اكتر من الف وخمسا متنم بارتسي بي برشة من إنساتو من خارج إنساتو هاي فرصة وأنو الشركات تعرف تتعرف على دي بخوفيل متاع ساحيتو معنها وين وين يعني منجيها لزي تجوان يلقاوا معنها دي 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 اوپورتنيته دي ستاج وكل ومنجيها أخرى زي دي لزي تكون عندهم معنها يتعرفوا على دي زي تجوان دي كاليتي معنها ساني قدش بشي شركوا شركات في فرم؟ كي مرم نقول معنها إنترنتين متاع دي زي أونوية اي شنوة مانا وخمسا الإنترنشنال زي دموانيها. خانمشي معاي اسمين الورخي. نحب نعرف اللي فرمشي ولي وركشوب اللي بشي سير وشنو بشي كون فهم دي فرمشي على شنو وشن أهم النقاط اللي بش تتناول هال فرمشي ولي وركشوب شو عال شنو بشي دورو. دونك هما اللي فرمشي كي مقالت اسميني بدايوم الویکند دونك سيز دي سيد. هما بشي كونو دي فرمشي في الهرد سكيلز د دومين دي تخصص الاتي فمما تسل قوي دي فمما ل möchten دي FOМ ما دو مhern في الإنتيجي lever دي فرمشي天ي فيه ماذا الشكورتي دور دي فرمشي دي فرمشي كونه ده آنه زي ده 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 در مصد ما فيد nave مادلش كونه لroveين حكونوا حгу المزيدة ثمbee biblical sungوان minist RGB داد managed governments رأيد دو منة بار naszym نحن انت تريسي دوم إذا دو مرة أم مرة اهم دد دو مرة ده دوم ده دوما هناك صدقات لكي يتواجدون أنهم يتصنعون هم الحلقة وحتى يتكون هناك أكسپيرت الذين يصنعونهم في تصنعهم الحلقة على البعض هناك أيضاً استمعتمات الناس لا أفضل البعض انت مستمر لكي تصنعون الأغناط وانت ولكي لا تعرفوا برشاة البعض يقول لك كان يدعون كم تضغطوا على البعض وش بيلي ما تقبلدش كان يدعون حلقة جانبات المتعالية في 20 و30 شركة موليزم واحدة باركة تطيح. هو مش فاهم اللي المشكل من السيفي متاعو. معنطا السيستيم ملول الاختيار ملولي معنطا السيستيم ملولي نحي السيفي. ما يتريتيش شي بكل. الاغلامة معنطا المشاغل كي جي يتطلع ولا الاراش معنطا كيف يشوف. معنطوش معلومة السيفي ذي كوصل الخط. دجا السيستيم صافة واحده وعطاه اللي نجم يعمل عليه الطلب. ولا هذي هو. موليزم ملولي من السيفي. موليزم ملولي. نعم. 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 في ما يخص لفرماتنا مع نبيا فعلينا جيدا فرماتنا تريد رائز ايجاد تريد رائز ايجاد كانها برائز ايجاد وولا قمنا برائز ايجاد نعرف لك كما نقول هتفصلنا بالأفوال تقريبنا ترجم incarnation ترجمًا ترجمها ماتنوعة ايجاد كما نفعل يشبني غير ايجاد فمش حاجة قلتوهم فيهش فايدة وميستحقيش الطالب. معتا من البزوان انتعكم انتوما كا دي زيتودجان خرجتو افنمان ليهو بنيفيك للزيتودجان كيفكم زيدا وفيه فرص عمل وفيه فرص شغل وليقيتو جستمان لقيتو المشغل بالليتودجان ليهو جني غالما معتا اتودجان مزيلك يتخرج المهمة الصعبة والمستحيلة والأبداية والأزيلة كيفش يلقى خدمة معلتا. شو بش نعمل خرجت جديد ما عنديش اكسبرينس اذا كالو بيمال اللي دي ما نسل كل خائفة منو كالكسبرينس مهمة دي ما في السيفي ولكن هدوما المشغلين بشي جيو عارفين علىش قادمين هما عندهم طلبة ودجا ماشي للطلبة معتا مهمش طالبين نتصور اكسبرينس برمي الكريتير متاحهم دونك هما بش يخدو حاجة فرشكة جديدة. ندا نتاركو فيه هو القاتون لي بش ير isn't eat and competeيش تسير. وقتاش بش تسير وش تنوا فيها الكمpit who hen are wearing or dinner? الموضوع Springs. شنو مش قديم طبقcze esa. شكو نحب yetans payahat полمترzar. القطن والاسميل transparent. تصفيات أخرى معناها حتى كتن أخطوا لجورجي عنا سنك ولا سيسي كيب مش يعملوا البيتشينج متاع لدي متاعهم مش يكونوا معنا معناها دي جو غي قيموا هذية وزيدا معناها صحابهم جو يتفرجوا فيهم يفوتيوا لهم زيدا اللي يربح له ليني عنده برايز متاع 3 ملايين الثاني ماليون ونص وثالث 500 الف دونك معناها نشجو حتى العبيد جو يتفرجوا خطر زيدا انتغيصان على الاخر الهاكاتون دي زي كيب قوي نزيدا جو معنا سني وان شاء الله تعالى تعفونا على الاخر الهاكاتون شنو تازمت تعديني تفاصيل ياسمين الوير نزيدا لنزيدا 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 اللي هو دونك تيماتيك en relation مع الانتليجence artificielle ومعا لرسو هذا سوكي كنسر لهاكاتون ونرمالما ياسمين نحكي تعالى لنزيدا لنزيدا اللي هو الفوريو ما هش opportunتين لنزيد دونك بركة اللي المشارلين اللي هو دونك اشركم انا كن كن كم مثلا اراش والا سي او تردمو في انترپرز نعم في الوقت نجمو تيركم معنا في اليسارتك الغير وليس بحث اشتركوا في اليسارتين Caitlin ونحن هنا كيف تmanas نوبتير الغير وليس بمها دولة جنسة نجمو إجابة ترجمة في اليسارتك الغير وقاموا بقسة دولة نعم شهر في الياب الـ اليوم ونحن هناك في عمنا'و Zarظي ويصد على اليسار كحامل ويصد على أخراج أيضاً لترجمة أشترك ذلك لكانت نجمو إجيع دولة الاجتماع الرجل انجمو إجابة أن يجب SUSP يسفون الاجتماعين كما صحة ياسمينة ياسمينة الورغي وياسمينة الزيرعي هكا الزيرعي كنا نحكي على فورم أنج جونيور انتروفريز في الإنسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 11 و 58 دقيقة حبينا نتحصل على سيموسف عبد الكبير بخصوص اجتماع في معبرس جدير بين الأصحاب المحلات والتجار والصلاة المعنية في بنغردين وحبينا نخذ أكثر تفاصيل غد وإن شاء الله نخذ ونطرق الموضوع بأكثر تفاصيل احنا 11 و 58 دقيقة نتقبل غدوة في نفس التوقيت في لامين بايبال